بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين حياكم الله في درس جديد من دروس مادة رياضيات 6 للصف الثالث ثانوي مقررات في الفصل الدراسي الأول وعنوان درسنا لهذا اليوم معمل الحاسبة البيانية تقويم البيانات المنشورة يعني نحتاج إلى تفصيل بسيط في العنوان نفسه تقويم البيانات المنشورة من ما أقصود فيه إذا كان عندي بيانات منشورة في أي جهة صحيفة في موقع إنترنت في كذا كيف نقوم هذه البيانات هذا هو جزئية بسيطة من درسنا لهذا اليوم الهدف الرئيسي من درسنا يهدف الدرس إلى أن يقوم الطالب بتقويم بيانات منشورة عن طريق تمثيلها على صورة أعمدة باستخدام الحاسبة البيانية ننوه ابنائي وبناتي بأن عملية تمثيل البيانات على شكل أعمدة يمكن عملها بأكثر من طريقة كثير من التطبيقات الموجودة تستطيع أن ترسم لنا أو تمثل لنا البيانات على شكل أعمدة كثير من الآلات البيانية المتطورة قليلا تمثل لنا البيانات على شكل أعمدة مثال بسيط برنامج إكسل برنامج لوتس اللي هي برامج الجداول البيانية هذه نستطيع باستخدامها أن نمثل البيانات بشكل أعمدة أنا لدي حالة خاصة هنا مثال بسيط هو عملية استقطاب بيانات نشرت ومثلت بيانيا ثم نقوم نحن وإياكم بتمثيلها على الحاسبة البيانية ومقارنة التمثيلين ثم نقوم بتحليل النتائج التي نحصل عليها هذا هو النشاط باختصار يبين الجدوى الأدنى أن عدد السيارات التي باعها معرض للسيارات خلال الفترة من 1985 إلى 2009 وقد قام المعرض بتمثيل هذه البيانات بالأعمدة البيانية كما في الشكل الذي سنعرضه لكم بعد قليل وعرضها في إحدى الصحف وذلك لدعم المقولة بأن مبيعات المعرض تزداد بشكل كبير جدا هل هذا صحيح؟ الآن سنستعرض تمثيل الصحيفة المبنية على تقرير الشركة التي تقوم ببيع السيارات ثم نأخذ نفس البيانات ونمثلها باستخدام الحاسبة البيانية سنقارن النتائج التي نحصل عليها بالنتائج التي قاموا بنشرها البيانات على النحو التالي من عام 1985 إلى 1989 كانت عدد السيارات المباعة 316 سيارة من 1990 إلى 1994 كان عدد السيارات 451 من عام 1995 إلى عام 1999 كانت 561 سيارة من 2000 إلى 2004 سبعمائة وأربع سيارات من 2005 إلى 2009 ثمانمائة وثلاثة وعشرين سيارة يعني لاحظوا أبنائي وبناتي المقارنة البسيطة فقط بين البيانات الآن بين هذه البيانات التي تمثل مبيعات السيارات من 1985 إلى 1989 كانت 316 سيارة من عام 1990 إلى 1994 كانت 451 سيارة نلاحظ هنا الفرق بين عدد السيارات المباعة في هذه الفترتين لاحظوا الآن التمثيل البياني هل هذا التمثيل البياني يعكس فعلياً البيانات التي قمنا قبل قليل بعرضها من 1985 إلى 1989 هذه تمثل الحالة الأولى 361 سيارة عفواً 316 سيارة هذه تمثل الفترة الثانية من 1990 إلى 1994 وكان عدد السيارات المباعة 451 سيارة هذه الأعمدة هل تعكس فعلاً الواقع الذي نريد أن نصل إليه؟ دعونا الآن نبدأ في نشاطنا النشاط يتكون من الخطوة الأولى وهي إدخال البيانات في الجدول بياناتنا التي سنقوم في إدخالها في الجدول هذه هي حاسبتنا البيانية مكونة من مجموعة من العمليات التي تقوم الآلة بإدخالها لاختيار أي قائمة من هذه القوائم فقط عليك وعليك الضغط على الرقم القائمة هنا نتحدث عن الأوراق الإحصائية هنا رقم 4 مباشرة بالضغط على رقم 4 ندخل إلى قائمة الجداول ولكن نلاحظ عند الدخول إلى قائمة الجداول لأن هناك بيانات موجودة سابقاً قبل إدخال بياناتنا الآن يجب حذف جميع البيانات الموجودة إذا كانت موجودة في الآلة من العمليات سابقة كيف نقوم بحذفها؟ نضغط بمفتاح الثلاثة للحذف ثم يعطينا خيارات حذف صفوف حذف أعمدة حذف الكل نضغط F3 فيعطينا حذف الكل يعطينا السؤالين الآن Yes أو No No Yes أي F1 للتأكيد No F6 للتراجع سنقوم بالضغط على F1 الآن أصبح لدينا الجدول بهذه الصورة سنقوم بإدخال البيانات على شكل عمودين ولكن هناك معلومة مهمة جداً وهي أن الجداول الحسابية مثل برنامج إكسل أو حتى مثل آلتنا هذه تتعامل مع أنواع كثيرة من البيانات هناك بيانات نصية هناك بيانات على شكل مقارنات منطقية هناك بيانات عددية بمعنى عدد يمكن معالجة هذا العدد بالجمع بالطرح بالضرب بالقسمة العمود الأول المكون من الأعوام أو فترات الأعوام سوف نقوم بإدخالها على شكل بيانات نصية بمعنى أنه لا يتعرف على قيمة الخلية بأنها عدد وإنما يتعرف عليها بأنها نص ولذلك نحتاج الآن في العمود الأول الخلية A1 A رقم العمود وون رقم الصف A1 هي النشطة الآن نريد أن ندخل فيها السنوات لإدخال السنوات باستخدام هذه الآلة البيانية نضغط على الشفت ثم ألفة ثم EXP فتظهر العلامة بهذا الشكل العلامة بهذا الشكل مسبوقة بعلامة تنصيص تعني أننا نريد أن ندخل قيمة نصية الآن للكتابة بالأحرف موجود الأحرف باللون الأحمر مع مفتاح الألفة سوف تظهر لنا هذه الحروف مثلاً الواي علامة الناقص ظهر لنا الواي ثم E كوساين ثم A وهو المفتاح الأول هنا ثم R موجود على الرقم 6 ثم S موجود على علامة الضرب أصبحت لدينا ييرز وتعني السنوات نضغط على مفتاح الإدخال EXE فينقل لنا هذه القيمة إلى الخلية A1 الخلية A2 هي عبارة عن الفترة الأولى الفترة الأولى أو الزمنية الأولى هي من عام 1985 إلى 1998 سنختصرها من 85 إلى 89 فكيف نقوم بإدخالها؟ نحتاج إلى إدخالها كقيمة نصية ولذلك نحتاج إلى الضغط على مفتاح ألفة مع مفتاح الـ EXP ظهرت لنا علامة التنصيص نقوم الآن بالإدخال 85 ثم علامة الطرح ثم 89 هذه هي المرحلة الأولى أو الفترة الزمنية الأولى من 85 إلى 89 الآن نلاحظ أنها أصبحت في الخلية A2 الآن الخلية A3 ستكون قيمتها أيضا ألفة مع مفتاح الـ EXP حتى يكون القيمة نصية وليست عددية من 90 إلى 94 ثم نضغط على مفتاح الإدخال الآن أصبحت هذه قيمتها القيمة A4 بنفس الطريقة ألفة مع مفتاح الـ EXP فنكتبها الآن من 95 إلى عام 99 ثم نضغط مفتاح الإدخال أصبحت هذه القيمة الآن الخلية A5 من عام 2000 نكتفي بكتابة 00 عفوا نحتاج إلى إدخالها كقيمة نصية ولذلك ألفة مع مفتاح الـ EXP الآن من عام 2000 هي عبارة عن صفر صفر إلى صفر أربعة والتي تشير إلى 2004 هذه هي قيمتها القيمة الأخيرة لدينا ألفة مع مفتاح الـ EXP أو الـ EXP من عام 2005 إلى 2009 وهي الفترة الزمنية الأخيرة الآن انتهينا من إدخال عناصر الصف الأول الموجودة لدينا بهذه الصورة هذه هي بياناتنا الموجودة الآن الفترة الزمنية الأولى من 85 إلى 89 والفترة الزمنية الثانية من 90 إلى 94 من 95 إلى 99 من 2000 إلى 2004 من 2005 إلى 2009 نتعامل معها كبيانات نصية بينما هذه نتعامل معها كبيانات رقمية نقوم الآن بإدخالها في العمود الثاني كيف ننتقل إلى بداية العمود الثاني إلى الأعلى إلى الأعلى ثم إلى اليمين أصبحت هذه هي الخلية النشطة هذه تمثل السيارات ولذلك يجي بدخالها على شكل حروف فنضغط مفتاح الشفت ثم الألفة ثم الـ EXP أصبحت هذه العامة الظاهرة بهذا الشكل تشير إلى أن الإدخال سيكون على شكل حروف نكتب الآن C حرف السي موجود عند مفتاح اللين والـ A هو أول حرف لدينا هنا والـ R عند الرقم 6 والـ S عند علامة الضرب أصبحت لدينا الآن كارز أو سيارات نقوم بالإدخال الآن انتهينا من رأس العمود وأدخلنا فيه القيمة كارز أي عدد السيارات الآن البيانات التي سندخلها لاحقا ستشير إلى عدد السيارات أتعامل معها كقيمة عددية وليست كقيمة نصية جميع البيانات التي أدخلناها سابقا هي كلها بيانات نصية الآن نبدأ في إدخال البيانات العددية ولذلك باستخدام الحاسب البيانية لا نحتاج إلى مفتاح ألفة ولا إلى مفتاح شفت مباشرة إدخال الأرقام كما هي الخلية الأولى التي تمثل بي 2 ستكون قيمتها 316 سيارة دعونا نتأكد من بياناتنا 316 سيارة فعلا هي قيمة الأولى نضغط مفتاح الإدخال أصبحت هذه قيمتها القيمة التي بعدها 451 هذه قيمتها القيمة التي بعدها 561 لاحظوا الإدخال هنا بدون استخدام مفتاح الألفة لأنني أريد التعامل معها كقيم عددية القيمة التي بعدها 704 القيمة الأخيرة التي لدينا 823 سيارة انتهينا من إدخال كل البيانات الآن الآن المرحلة الأولى في عملية أو الخطوة الأولى في هذا النشاط وهي مرحلة إدخال البيانات هذه هي الخطوة الأولى إدخال البيانات الآن الخطوة الثانية تمثيل هذه البيانات على شكل أعمدة باستخدام حاسبتنا البيانية هناك إعدادات بسيطة للحاسب البياني يجب أن نتأكد منها قبل الانتقال إلى عملية التمثيل بالأعمدة فننتقل الآن مرة أخرى إلى الآلة بعد أن أدخلنا هذه القيمة نعود مرة أخرى باستخدام السهم إلى كارز عندما تظهر هذه القيمة هنا كارز نقوم بالضغط على مفتاح الخروج إكزيت ثم عندما تأتي هذه القيم نحتاج إلى الجراف الجراف ليس في القيم الظاهرة أمامنا ولكن هناك سهم يشير إلى أن هناك مزيد من العمليات التي يمكننا إجراءها نضغط على مفتاح F6 أعطانا الآن الجراف جراف عندما نضغط على F1 مفتاح مفاتيح الفنكشن كل مفتاح في هذه الآلة يشير إلى الوظيفة التي أعلى منه مثلا الغراف تحتها F1 نضغط على F1 الآن بالضغط على F1 يظهر لنا عند المفتاح F6 هذه هي الإعدادة التي تحدثنا عنها هذه البيانات أو هذه القيم تشير إلى قيم قد تكون مختلفة عن الجدول الذين تعامل معها الجدول الذين تعامل معها إذا نلاحظ أنه يبدأ بياناته تبدأ من الصف الثاني A2 ومن الصف B2 بينما A1 وB1 كانت عنوين هذه القيم الأولى كانت ييرز عدد السنوات والثانية كانت كارز عدد السيارات لذلك الآن نحتاج هنا أولا يجب أن يكون القيمة الأولى غراف 1 وليست غراف 2 وليست غراف 3 الموجودة بالأسفل إذا كانت القيمة ليست غراف 1 نعيدها باستخدام F1 بعد ذلك الاسكاتر هذا ليست تمثيل بالأعمدة نحتاج إلى التمثيل بالأعمدة وتعلمون جميعا أن التمثيل بالأعمدة يشير إليه بار بار هو تحت F3 فضغطنا على F3 أعطاني القيمة بار ننتقل بعد ذلك إلى القيم التي نريد معالجتها على شكل أعمدة هي ليست من A1 إلى A5 هي في الحقيقة من A2 إلى A6 لأن A1 محجوزة لعنوان العمود وهو السنوات إذن يجب تغييرها كيف نقوم بتغييرها؟ ننتقل بالسهم إلى اليمين فنغير هذه القيمة إلى باستخدام مفتاح الديليت مفتاح B2 أو عفوا A2 والأخيرة A5 نضغط مفتاح الديليت ونكتب A6 أصبحت من A2 إلى A6 ننتقل الآن بمفتاح الإدخال إلى القيمة التي بعدها اعتمدنا على القيمة أو اعتمدنا هذه القيمة فننتقل للقيمة التي بعدها باستخدام مفتاح السهم مرة أخرى ننتقل إلى B2 نقوم بمسح الواحد ونضع B2 وأيضاً B5 نقوم بمسحها ونضع B6 أصبحت لدينا من B2 إلى B6 الـ Data 2 وData 3 ماذا المقصود فيها؟ المقصود فيها هل يوجد لدي أعمدة ثلاثة أعمدة أربعة أعمدة خمسة؟ لا أنه يوجد لدي عمودين فقط ولذلك نترك هذه البيانات كما هي الآن نقوم بضغط مفتاح الإدخال مرة أخرى الآن أصبحنا جاهزين لتمثيل هذه البيانات على شكل أعمدة ما هو المفتاح الذي سنقوم بالضغط عليه؟ سنقوم بالضغط على مفتاح Graph 1 F1 سيعطينا Graph 1 هذا هو تمثيل الأعمدة الذي يمثل بياناتنا التي ذكرناها قبل قليل في هذا النشاط إذن هذه هي طريقة تمثيل بياناتنا على شكل أعمدة الآن نأتي إلى مرحلة أخرى في عملية في عملية دراسة هذه البيانات تحليل النتائج قارن تمثيلك البياني بتمثيل الصحيفة هذا رقم واحد هذا هو التمثيلين لدينا هذا تمثيل الصحيفة وهذا التمثيل البياني الذي قمنا بعمله قبل قليل ما الفرق بينهما؟ هل يوجد فرق كبير؟ هل هذه البيانات فعلا يمكن الإشارة إليها أنها تمثل بيانات فعلا حقيقية وصادقة وتعكس واقع المبيعات في الشركة؟ كما ذكرت لكم قبل قليل نلاحظ هنا أن المبيعات في السنة أو في الفترة الزمنية من عام 85 إلى 89 كانت 316 سيارة في الفترة الثانية من 1990 إلى 1994 كانت 451 سيارة الآن بملاحظة بسيطة على الرسم البياني يتضح أن المبيعات من عام 90 إلى 94 كأنها تشير إلى ضعف المبيعات من عام 85 إلى 89 هل هذا فعلا واقعي؟ في حقيقة الأمر هو ليس واقعي لأن ال451 ليس مضاعفا لل316 الفارق بسيط جدا فيفترض أن يظهر شكل الأعمدة يفترض أن يعكس البيانات بشكل واقعي لا يهدوا الرسم البياني الذي قمنا بعمله هذا يشير إلى الفترة الأولى التي تمثل 316 سيارة في الفترة من 85 إلى 89 هذا يشير إلى 451 سيارة في الفترة من عام 90 إلى عام 94 هل تلاحظون الآن الفرق هنا؟ الفرق هنا بسيط جدا يشير فعلا إلى واقع البيانات الحقيقي ولذلك فإن البيانات المنشورة هنا أكثر دقة من البيانات المنشورة في الصحيفة دعونا الآن نستعرض هذه الأسئلة قارن تمثيلك البياني بتمثيل الصحيفة هل هما يعرضان التمثيلات للبيانات نفسها؟ طبعا نعم كلا الرسمين يشيران إلى نفس البيانات ولكن بطريقة مختلفة إنما يشيرون إلى نفس البيانات أي التمثيلين يظهر أن مبيعات المعرض تزداد بشكل أكبر؟ أيهما يظهر أن المبيعات هناك زيادة فيها بشكل أكبر؟ لاحظوا الآن الرسمين هنا تظهر الأعمدة أن المبيعات متزايدة بشكل كبير جدا بينما هنا تشير إلى واقع الزيادة الفعلية يعني واقع الزيادة الفعلية في المبيعات بينما هنا نلاحظ أن المستقيم متزايد بشكل أكبر إذن أي التمثيلين يظهر أن مبيعات المعرض تزداد بشكل أكبر؟ هي البيانات الموجودة في الصحيفة أو التمثيل الموجود في الصحيفة ولماذا؟ لأنها ليست بالدقة التي تأكس واقع البيانات الحقيقي لماذا اختار المعرض أن يعرض بياناته بهذه الطريقة؟ هل هي مقبولة؟ نعم هي مقبولة مقبولة لماذا؟ لأنها فعلا تشير إلى عملية تزايد في المبيعات من فترة زمنية إلى فترة زمنية لاحق لها لكن لماذا اختار معرض السيارات أن يشير إلى البيانات بهذه الصورة؟ لكي يظهر لقراء الصحيفة أن مبيعاته في ازدياد كبير جدا وهذا عمل دعاء تجاري يعني ليس شأننا في تحليل البيانات أنفسها أو البيانات نفسها لماذا اختار عرض البيانات بهذه الطريقة؟ لكي يظهر أن عملية التزايد في المبيعات كبيرة جدا وهذا طبعا مخالف للواقع الواقع أن المبيعات تزداد ولكن ليست بالشكل المعروع الذي قامت الشركة بعرضه لماذا؟ طبعا لأسباب تجارية وإهام الناس كما قلنا أن المبيعات في تزايد مستمر هذا هو الفرق بين التحليل وهذا الآن المهم في هذه الجزئية من الدرس بعد تحليل أو بعد تمثيلك ابني وبنتي بعد تمثيلكم للبيانات على شكل أعمدة قراءة البيانات من الأعمدة هو الأهم يجب أن يكون لدينا استقراء عندما نرى بيانات معروضة على شكل أعمدة يجب أن نقرأها بشكل صحيح نعرف أعلى قيمة أقل قيمة الفترة مثلا الزمنية التي تشير إلى المبيعات الأكبر المبيعات الأقل هذا هو المهم جدا في عملية قراءة البيانات الممثلة على شكل أعمدة بهذا ينتهي درسنا لهذا اليوم نتمنى إن شاء الله أنكم قد وفقنا في عرضه لكم بصورة اللائقة نستودعكم الله إلى اللقاء في درس قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته